الكرة دي ما بتتلعبش غير لما تكون لعيبة نمرة واحد نفسيا مستريحين نمرة اتنين فنيا جهزين بشكل كبير جدا نمرة تلاتة في تنافسية بينهم وبين بعض مخلية كل الناس كواسين حلوة النقاط دي أسباب إن اللعيبة تلعب كرة حلوة هي كل النقاط التلات حاجات اللي أنا قلت عنها شخصية الأهلي طول ما هي موجودة وبعدين عايز أشرح برص كلمة شخصية الأهلي يعني عشان هي بتتقال كتير بسمحها من ناس بس ممكن الناس عمت الناس مش عارفة طب يعني ايه شخصية الأهلي ما كفر شخصية الأهلي تتمثل في خمس نقاط نمرة واحد ثقة هدوء روح تركيز مسئولية خمس نقاط يساوي شخصية الأهلي الخمس نقاط دول ممكن تلاقي منهم نقطتين في فرقة وتلاتة مش موجودين اه قلوا هداني كده يا كابتن ثقة هدوء روح تركيز مسئولية دي بتكون متوفرة في اللعيبة ولا في الفريق ككل جهاز فني بلعبين بإدارة في المنظومة كلها اه المنظومة كلها ما هتتنقل زي للعيبة غير لو ما كانتش موجودة في الجهاز في الجهاز الفني والجهاز الإداري والجهاز الطبي حتى عمال غرفة الملابس اه الخمس نقاط دول موجودين شخصية حتى انت في الماتشات الجامدة بص على وشوش لعبت الندل أهلي قبل الماتش هتلاقي الوشوش طبيعية مفهاش تنشانة زيادة مفهاش خوف مفهاش وشي مسفر لا لا الدنيا فيه ثقة وفيه هدوء ومسئولية وتركيز وروح على ذكر الاساسي والبديل هل ترى انه حسين الشحات وبرسي تاو افضل بنسبة ماه من طاهر محمد طاهر واحمد عبدالقادر عشان كده بقى مثبت الاثنين اللي في الاول على الاثنين اللي في الاخر طاهر يمكن في النواحي الهجومية انا عايزه مشده حيله شوية في اثبات نفسه في النواحي الهجومية هو دفاعيا على مستوى الدفاع هايل ايه اللي بينقصه هجوميا؟ الحلول الحلول الفردية ازاي اروح وازاي افوت وازاي اضم على جوة وازاي اشوت وازاي اعمل اوفر يعني لازم يكون ليالي انتاج هجومي بشكل كبير جدا نيجي حسين الشحات في الفترة دي لا حاجة بسم الله ما شاء الله وخلي بالك خطورة النادي الاهلي الجناحين اللي بيلعبوا بيرسي تاو والشحات انت بتستخدمهم كصنع لعب يعني ساعات تستخدم حسين الشحات كجناح لما تكورة زي الجون اللي جابه ايوا وساعات لما بيضم على جوة بيبقى صنع لعب قدير بيباصي كويس سواء لمعلول او لكهربة او لباية سين وبرسي تاو وصلين لمرحلة انا يعني سعيد جدا بيها يجي بعد يوم محمد عبدالقادر بعد يوم محمد عبدالقادر ايه طيب